هو النشط السياسي والوزير الأسبق عماد الحماميس عماد مرحبا شكرا على الاستضافة شكرا على مبروك على التوانس الكل عمك مبارك سهلت تحية المستمعين الكرام منين نبدأ نبدأ بالأكتواليتي اسم زياد الهني وصحفه في تونسي تصدر فيه اليوم بطاقة إذاع بالسجن بعد تصريح إذاعي يحكي فيه على وزيرة التجارة كان رأيه هدايا اللي قالوا على تاريخ زياد الهني نقبت صحفين وبرشة ناس الحقيقة مشكلة الصحفين اعتبروه انحراف خطير الآن الإحالة بموجب مجلة الاتصالات وهذا يرجعنا إلى قوانين زجرية موجودة منذ بن علي ونستقول وعديدهم على قلب في قطاع الصحافة يناس رأيه صارت ثورة في البلاد ورأي الثورة اللي صارت في البلاد من المفروض نبدل القوانين ونتجاه إلى عيش مشترك ما فيه سلب الحرية إذا كان غلط الصحافي انحاكموه ولا نعايتوله بموجب قانونه لمرسوم داير موجود الـ 156-166 رأيك في الموضوع سعيماد والله الاخبار ما يفرحنيش متاع إداع زياد الهاني في السجن الكلمة اللي قالها في حق وزير التجارة كلمة غير مقبولة في تقديري ممكن باش مسائل كمنك يقع كل طرف يتحمسوا ليتو الإعلامي والصحفي وكل من يتحدث في الشأن العام مطلوب منه أنه يكون منضبط في تصريحاته في عباراته وفي الجرغون اللي يستعملوا وفي نفس الوقت السلطات مطلوبا ويقع تمييز بين التصريح الإعلامي بين إبداء الرأي وبينش كون عنده أجندا والأجندا ديك أحيانا وقت اللي تخرج على القانون يلزم تطبيق القانون وما فما حتى حد على راسه ريشة يعني هو المسألة فما شعرات دقيقة يجبنا نعرفه كيفاش كومولاجيري خاطر تمشي هكا علمين ممكن تتحول إلى تضييق على الحريات وتمشي على الإسار تتحول إلى تسيبوا دولة معاش نضبطوها ويولي فما مس بالضمام وفما فما طعن طعن في شخصيات العامة وفي المسؤولين بتاع الدولة إذن كنت مع السجن ولا ضد السجن بالنسبة لي فما أعمال وفما تصريحات وفما تصرفات اللي ممكن يكون العقوبة متاحة هو السجن هذا يضبط القانون والقانون مطلوب باش جميعا نشوفوا كيف نعدلوه أنا شخصيا مع المرسوم أربع وخمسين في المبدأ لأنه أنا وغيري عانينا من التجريح وعانينا من الطعن في الذمة وعانينا من كلام المجاني اللي اللي ما هوش هذكا الديمقراطية ومش هذكا حرية التعبير ومش هذكا حرية التفكير ولكن يلزم باستمرار يكون فما تمييز بين العمل الصحفي أنتم بيدكم عانيتم المتطفلين والدخلاء على الميدان وكل شيء يسميه على الإعلام وعلى حرية الإعلام ورأي العام نفسه من حقه باش يسمع مادة إعلامية محترفة وباش يسمع مادة إعلامية في إطار القانون هذه الكل هي مساء اللي يجبنا نزيد ونتحثوا فيها على خاطر التجربة اللي صارت بعد 2011 تجربة نفخروا بها جميعا وترفعنا رؤوسنا لكن بكل ناس تنتجنا أنت بيدك الياس عانيت والشخصيات العامة الكل عاني استنتجنا وتير من عشرة سنين متع انتقال ديمقراطي ومتع مرسومة 15-16 اللي اندوى قادري خاصة في مية تعلق بشبكات التواصل الاجتماعي هو هذا اللي موجود على المحق عماد الحميم فكرة أنه نخلق المربع ولكن شكون يعملوا مو يعملوا القانون مو يعملوا المشرع إيه مو عنده نواية المشرع الدولة مي عنده نواية اليوم في كل الحالات إذا كان انت تستعمل في ترسانة متع قوانين عمرها معتها هي ترسانة التسلط حياته للتسلط وتعطي قيمة للتسلط مو هذا جاي 25 جويل بشيكون بديل لماذا لا يكون بديل وشنو البديل مطلوب منه إيه ما هو مقلناش مطلوب منه مطلوب منه بعد 25 جويل ما تمستش أوكي هو قانون من وقت بن علي تبقينا 25 جويل قاعدين تشوفوا فيها لجندا قداشي ساتوري والأولويات كيفاش أنه ساعات نبدأوا نقولوا وشني عندي قبل الأخرى حريات مشوالويات وقت تولي وهذا كمشكلة أكيدا مجلة الاتصالات هي النصوص القانونية لمطلوب منه جميعا باش نعدلوها من هنا الغادي أنا شخصيا نتمنى الحرية لزياد الهاني في أقرب الأوقات ونفرح وقتلي بلادي ما يكونش فيها مس من الحريات العامة والخاصة وحكمي الشخصي كونه ما فماش سياسة ممنهجة اليوم في تونس بعد 25 جويل للتضييق على الحريات أو للمس من مكتسب حقوق الإنسان هذا يحين على مواضيع فلسفية الحقيقة حدود الحرية ومتع مربع الحرية سيبري بالضبط هذا هو الصميم في كل الدول الديمقراطية حتى اليوم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية فما السلطة التنفيذية عنها ريزان دي تاو تبدأ تلزفك النصة وتعمله في تأويلات وفي المقابل المجتمع المدني والسياسي والنشطة فما تأويل آخر ولكن المهم المهم أنه في تونس ما اخرجناش من دائرة الديمقراطية والمنظومة الديمقراطية نكن في كل الحالات الردوبين على خاطر الولايات المتحدة نحكيوه على فرس المندمنت نحكيوه على الدستور والدستور ضامن لحرية التعبير في بندو الأول اللي هو تقريبا في قدوسية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية الأول في نواية تصويت الانتخابات القادمة عنده لقاح تتهام فيها 36 تهمة وموجهة من طرف من طرف ممثلين متع نيابة اللي مسموح به في الولايات المتحدة ينتميه للحزب المنافس الحزب الديمقراطي في إتام قانون وفي المقابل وولد بايدن فمتسويات معاه من طرف القضاء الجبائي ومقال حد اللي احنا خرجنا من الكادر الديمقراطي أحنا حاشتنا بـ هي تنقول منظومة تونسية تونسية تفهم زادة تونسي تفهم الجيل الجديد تفهم الاتصال الجديد ووسائل التوصي اجتماعي المشكلة زادة لهناسي عمادو تنهار جعوله نهار آخر هو أنه لا يتم تطبيق هذا على الناس الكل بنفس المسافة وبنفس نجم نجيب لك أنا عشرات وعشرات تسجيلات بتاع الناس قاعدة تنكل زادة كذلك بمعارضين وبأسماء في تونس عمره ما تم تتبوحها قضائيا لا بيموج بالـ 54 ولا بيموج بالاتصالات ولا غير ولذا الكيل بمكيلان فيه مشكلة اليوم زادة كذلك في علاقة بالانتماء السياسي نرجع الآن إلى منظومة 25 جويل شنو تعتبره الآن وحنا داخلين على عام جديد شنو تعتبره من المكتسبات اللي صارت نبدأ بالمكتسبات شنو تعتبره الآن تم تحقيقه من خلال أعود ولا ما وعد به 25 جويل على كل المستويات سياسيا أساسا ثقافيا وأقتصادين شو رايك سياسيا فم إنجاز للأجندا السياسية كما وقع الالتزام به في خريط طريق اللي أعلنها رئيس الدولة نهار 13 ديسمبر 2021 تعمل الانتخابات المحلية في وقتها وانطلق مجلس نواب الشعب في وقته قبل ذلك الأجندا قادماشية كما وعد بها رئيس الدولة في مواعيدها وبنصوص قانونية محترمة وتحت إشراف هيئة عليا مستقلة الانتخابات على المستوى السياسي فم التزام بالأجندا وفم إنجاز للوعود على المستوى الديبلوماسي فم ديبلوماسية نشيطة بشكل تفخر به التونسيين في التام متاع القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي تجري اليوم في غازة تونس كانت رايدة في مواقفها المعلنة وعلى الميدان وفيما يتعلق بالبوزيسيون مو استراتيجيك فم حفاظ على علاقتنا مع شركائنا التقليديين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي فم اتفاق شامل استراتيجي وقائم ضاءه في جوان 23 ومع الولايات المتحدة الأمريكية نجحة تونس في أني تحافظ على العلاقة الاستراتيجية ولكن في إطار حاجة أفضل اللي هي السيادة الوطنية والمعاملة الندلة ندوا على أساس المصالح بالتوازي مع هذا وبالإضافة لهذا تونس في 2023 رئيس الدولة قابل الرئيس الصيني في الرياض ووزير الخارجية الروسي زار تونس وفم الآن دعوة رسمية للرئيس الروسي بشي بشي زور تونس في البوزيسيونمون الديبلوماتي كمتاع تونس فم فم حفاظ على المكتسبات وفم إثراء فم إثراء في اتجاه الشركاء تونس على المستوى الاقتصادي فم تحويلات تونسين في الخارج اتطورت الفلاحة تحسنت المردود متاحها في السياحة المردود أفضل الاحتياطي متاع تونس في العملة الصعبة أفضل من 22 وإذن على المستوى الاقتصادي نجحنا في أن نسد كل الديون متاعنا دون تداين جديد واتضح خلافا لما أعلنوه مسؤولين كبار في الحكومة أنه ما عندناش بلان بي التضح اللي عندنا بلان بي ونقدره باش نسكره 2023 دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي رغم أنه في الأخر نمشي لشروط متاعنا وأذعن إلى أنه في تونس نحب ونعمل إصلاحات لكن دون ما نمسه من القدرة الشرائية متاع المواطن طبعا فما نجحة تونس في أنه ما يصير انزلاق انزلاق في أمام الصعوبات الكبيرة اللي تثبت فيها الحرب الأوكرانية الروسية الندرة متاع الحبوب على مستوى دولي قبل ذلك الارتفاع مشط للثمن متاع اللوجيستيك في العالم أجمع بعد الجائحة متاع كورونا حصلت من حين آخر هزيت في وفرة المواد الأساسية لكن نجحنا في أنه انكمبوز مع الموجود وما كناش استثناء سلبي مقارنة مع كل ما يجري في العالم أجمع على المستوى الاجتماعي ونالتوى بيخل ما لنقاس 2023 كان أحسن عام في أنه موقع في عدد أحسن عام منذ 2011 في أنه مفاماش هذا بخلوه للناس اللي يشدوا صف على السكر وعلى السميد طبعا يسمعوا فيها كان أحسن عام في أنه مفاماش ضربات ومفاماش قطع متع طروقات ومفاماش تعطيل لآلة الانتاج كنا هذا يكان أحسن عام من 2011 التوانسة لليوم شادين الصف رينا الموقف امتاحهم نهار 24 ديسمبر 2023 وقت اللي فهمة أكثر من مليون تونسي مشاو شاركوا في الانتخابات معنا فهمة أكثر من مليون تونسي نقولوا لهم راكم شادين الصف نقولوا لهم راكم ما عندكم مش سكر ما عندكم مش حليب راكم الوضع متاعكم أسوأ وضع في الكرة الأرضية هذا ما ناس ومشاو صوتوا في الانتخابات قالوا ورانا مع المصار ونحبوه يواصل إلى الأمام نتمنى أنه العدد هذا يزيد في الاشيانس القادمين ولكن هذا موجود وهذا من الإيجابيات بعد نحكي على سلبيات ونحكي جستما شو سلبيات على حد تقديرك في تقديري جستما ما زال مصار 25 جويلة معمل شيء ديناميك سواء على مستوى النخبة الأعلامية ولا على مستوى النخبة السياسية وكذلك فيما يتعلق بالمجتمع المدني والجماهير العريضة متاع المواطنين ما زال إلى حد الآن على مستوى المنظومة التي تسير في الدولة رئيس الدولة قاعد وحده هو يفتح الملفات وإذا كان ما عملش هو الحلول حتى مسؤول آخر ما يعمل حلول الناس كل قاعدة تفرج فيه بس اثناء بعض الوزراء ولا بعض المسؤولين في الدولة اليوم رئيس الدولة يفتح ملفات لكن بعده هو ما يتحركش العمدة ما يتحركش المعتمد ما يتحركش الوالي ما يتحركش الوزير ما يتحركش رئيس المدير العام أكثر من هذا المسؤولين مطلوب منهم باش أنهم هما يأخذوا قرارات ما يقضوش قاعدين على الكريس يمتاحهم وانا نقول لهم من هنا يا مسؤولين خذوا قرارات لكي كون اختارهم المسؤولين مسؤولين هما اختارهم رئيس الدولة رئيس الدولة اختار رئيس حكومة وعطاه وعطاه قل له عندك تطهير الإدارة هذه مهمة عطاه له لدو أوت احنا اليوم هنا لدو جانبي الموضوع عداية سيتدير عنده ما نعرفش خمسة ولا ستة شهور وما زال سيد رئيس الحكومة ما خرجش من حاجة بسيطة اسمها أنه يعمل اوديت في الإدارة وأنه يعمل مخرجات يعني انصنوا انكور دونزان وهذا الكلام ما هوش فقط في الموضوع عداي في هذا وفي غيره رئيس الدولة وقت يتعين مسؤول المسؤول ذاك يازم يتحمل مسؤوليته ما نقولوش بحرية دولة مهذا نحاح وما نقولوش بحرية دولة هو مسؤول على البيلان بتاعه هو مش reset على البيلان بتاعه هو مسؤول على البيلان بتاعه اليوم الولي اللي مش قايم بدوره ولا البوست فا такую التي مش قايم بدوره مطلوب أنه وزير داخلية يطرح الأمر هذا اليوم وزير داخلية هو من الوزراء في تقدير البلان بتاعهم يدفع عليهم ولكن قاعدين نشوفوا الآن في صعوبات يلمسوا فيها المواطنين وما فماش أصدق من البرسبسيون بتاع المواطن بالنسبة للمقيس الديمقراطي المواطن دائما على حق أنا اليوم قاعد نشوف في أداء جيد جدا ولا متاع وزيرة العدل ولا متاع وزير داخلية ولا وزير شؤون اجتماعية لكن إذا كان اليوم فميون برسبسيون جلوبال موجودة هذا مشكل وهذه سلبية وهذا إخفاق حتى يأتي ما يخليفه ذلك هذا إخفاق لكن تحكي لي على الولاد ولا تحكي لي على الخيار أنا منيش محقك برشان أعتبر اللي في الكاستينج وقت اللي تختار حد بش تعطيه مسؤولية جسيمة وتاريخية من المفروض أنك أنت كيت تختاره تعرف أنه عنده النجاعة الكافية والكفاءة الكافية لذلك ولذلك جزء من المسؤولية بطبيعة الحال يرجع على ما نختاره سعي مادمانجموش نحمل المسؤولية جس للإنسان اللي تم اختياره اللي اختاره ذلك كذلك للميسيون هذه عنده جزء من المسؤولية ما رأيك؟ أي لا؟ أي هو لا؟ أي ولا؟ الوقت اللي هو اختار أي؟ أو ديبار نحسبوه الآن والاختيارة ذلك كان على أساس المقاييس اللي تعكس الفيش دو بوست ذلك قد نفلسه شوية سعي ماد وقتني مدام بودن اخترناها ومشيت وقالت أنا أفمي قالت أنا أفمي وزرتها قالوا أنا أفمي والسيدة رئيس الجمهورية قال في وقت ملقا يعرف مش هذا تعاقد مش هذا تعاقد شو تعاقد ما تعاقد انتي والبوستر ومش كما نتفقه مع مسؤول صغير كما مسؤول كبير السيدة بودن هكي انتي جبدتها نهارت اللي في الانبستي تورو متاحها قالت أنا راني جيت لإعادة ثيقة ثيقة المواطن في الدولة وثيقة الدولة في المواطن ديا سابران دوزان مثلا باش وقت رئيس الدولة غيرها اليوم جاب سي أحمد الحشاني عطاه اون ميسيون واضحة ما قالوا لا تلالي لا بالداخلية لا بالعادل لا بالدفاع عندك موضوع ريفورما دمينيستراتي وقالي أنا أفمي نحطه في الميزانية متاع 22 وميزانية متاع 23 وانصحح عليه ومبعد نقول لي راني لإفمي تراجعت علي قولي لي كان خيارك غالد ما تقولش أنا ما قال حد الناحنا تراجع حد على أفمي لخي لا أحد محاجزة ميزانية متفقين من نسبة لي تراجعت علي أفمي لا نعطيه اوش كارت بلونش أفمي أحنا أعضاء في أفمي بعد ذلك وقت اللي في اللو دي تاي مش نمسوا الدعم ومش نمسوا القدرة الشرائية على المواطنين هذا كخط أحمر بالنسبة لرئيس الدولة ما يعرفوهش هما اللي كانوا صحوا عليها سعيمات موهن اللي هو ميس الدولة اللي صح على حاجة ولا يدافع عليها على امتداد عامين أمام الرأي العام وقت اللي ما تسيرش يش بدروح يش بدروح يقول يقول يا جماعة الخيار كان غالط نحكي لهنا على محافظة لنحكي على سيدنا اللي عنده ريزولتانت هو رئيس الدولة هو شيف دوركيست بالنسبة للا أنا ما ندفعش عليهم أخاطر بشوية احنا ما ندفعوش عليهم وقلت هذا في العلام وصلوا لاتفاق خباراء في أكتوبر 2022 مع عمره ما كان نجيز لأنهم ملتزموا باش في البرميت ريميستر 2022 يتموه الاتفاق احنا وقع احنا عنيتي في أكتوبر 2022 عامين هذا بالنسبة لفريق الحكومي بتاع سيدة نجلة بودن وذلك علش وقع تغيير فريق ذلك اليوم اللي نعتبره اللي نعتبره مقييس مقييس البريفال على المقييس الأخرى بكلها وهذا نقوله من منطلق النصح لرئيس الدولة هو البرسبسيون المواطن المواطن اليوم مش فرحان المواطن اليوم مش راضي على الوضع متاعه أنا شخصيا قاعد نشوف في عديد المكاسب حققها مسار خمسة وعشرين جويلية وقاعد نشوفه لالفين وثلاثة وعشرين أفضل من الفين واثنين وعشرين ومتفائل بالنسبة لالفين واربع وعشرين لكن اليوم يلزم المواطن يتغير الانطباع متاعه من السلبي إلى الإيجابي وهذا دور الفريق الحكومي فريق الحكومي كيف تحب يكون عنده دور وقت يكون غايب مثلا فما بلاسة تعرفها مليح أنت اللي هي التشغيل اليوم يتم إقالة وزيرة التشغيل والتكوين المهني نصر ديرنا لنصيبي في فيفريليفات وما تم اشتعين وزير في الأثناء شنو الأرقام هي بيدة تقريبا نحن في الـ 15% الآن و16% منذ منذ عشر سنوات شنو فلسفة هذا شنو فلسفة معنا سبب المباشر سبب حدي نجمي فسرنا علش منصب وزيري من نوع هذا يقعد فارغ أنا معديش تفاصيل معديش تفاصيل خطر أبارامون نعكي لك حكم كمتابع للشأن الوطني سيد نصر دير نصيبي هو كان ناطق باسم الحكومة قبل العزل المتاعه تقريب بستة شهور معمل حتى تصريح باسم الحكومة دوكسي تي كلير اللي كانت فهمها مشكلة بينه وبين سيدة نجلة بودن هذا مجرد قراءة وعنديش معطيات بعد ذلك كان فهمها غلطة فاتحة متعلقة بالمركز التكوين اللي زاروا رئيس الدولة في زيارة ميدانية ولو كان ماخداش قرار من نوع ذاك اللي هو معلية رئيس الدولة علش الموقع الآن لو أنت كوزير كونتت نجمة تغير مركز التكوين الكل سياسي عماد دي دي ما ولا حقيقة ما نعرفوش البلاد دي ما نعرفوش البلاد نحن نفكر تفضل هذاك مركز في شانتي ما هو شي يخدم والمدير المتاعه موجود يخد في الصلاة وكان فهمه ما الكبير من طرف الوزارة مش حكي أمان بالطبيعة الخيمة الوزير يغير المدارات الجيهويين اليوم أكثر منهم ويغير المديرين تاع المراكز عنده عنده لماع أنا معنا شو نصار فيه المركز المنظبية نرجع نشوف أتونس غدو شو نصار فيه المركز أنا نقول لك أنا نقول لك وزيد ثبتها هذاك السنتر تخل في رينوفاسيون دونك شانتي ما واش قادي درب في المتربسين والمدير متاعه مازال أبوست وشهرية متاعه تمشي وما فهمها حد شيء وهذا طبعا مش مقبول ما وهذا يريدون نحكيه فيه سعيمات نحن نمشي يوميا نحكيه على فكرة النجاعة على أي نجاعة ممكن يا سيدي نخرج مع بعضنا بالنجاعة على الأقل مربعات نجاعة على الأقل في السكن في الصحة نمشي للصحة هكتعرفها الصحة السيد الرئيس الجمهورية وقال أحنا قد نتجه إلى الاكتفاء الذاتي في الدول ممكن الاكتفاء الذاتي في الدول في تونس عمادة ممكن 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 أسان بورثان ممكن مانيش نحكي على برانسيب أكتيف معنا المواد طعب هش عاتوينس أقولهم ممكن أو مش ممكن ممكن مية في المية ممكن ممكن اليوم تونس قاعد الأكسبرتيز متاح الأكسبرتيز متاح وماتير الدستري فارماسوتيك قاعد تصدر نحكي أكسبرتيز مش دول حتى الأوروبا وبعض البلدان المتقدمة التونس اليوم موجودة في فريقيا وموجودة في البلدان المغاربية وعندنا دي بيغ دي بيغ دي بيغ دي بيغ دي بيغ بش تبدأ في بيغ عندنا ما نحبش نذكر اسمه عندنا شكون اندوستريال فارماسوتيك اللي الميزان مير عطاتوا لي هو لزام بستيسمون بتاحها في فريقيا الكل ولو يتعاملوا باسم الهيكلة تونسي عندنا كنت عندنا قدرات كنت عندنا قدرات وانا نعرف اللي وقع الاشتغال في تونس على هذا كان عندنا قدرات باش نصنعوا اللي باكسام بتاع الكوفيد واخذينا زيادة خذينا ما اكتعرف يسعي بيت قبل الكوفيد انسولين ايبارين دوئيات متاعة دوئيات مستحضرات اللي هي مستحضرات معناها ضد الأوجاع والمستحضرات اللي نعرفو يتم استعمالهم في المستشفيات فما مشاكل مرتبطة بالمالية العمومية فما مشاكل امتاع حوكمة وفما ندرة موجودة في البلان انترنسيونال وذي تتمشي تاوحة الفرنس تلقى مواد نقص ممكن نقوله 100% اكتفاء ذاتي في الدواء في أفق قدش فما مشكون قلنا في أفق قدش من هال المئة في المئة كوكوانا نعتبر المئة في المئة موسيبل موافق قلنا في أفق قدش موافق كانوا يزم تحط على أفق معين ما يزمش موش هو الاكتفاء ذاتي هو الهدف فهنا عطينا كيفاش الهال 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 الكبير عندنا في وحدة دوم من القطاعات الوعدة روحانا غير هذا الايرونوتيك ولا الوتوموبيل ولا كل القطاعات تونس عندها فيها قدرات كبيرة وقطاعات وعدة واليوم قاعدين اليوم الايرونوتيك مثلا يعمل في 3.4 من البيبيت على تونس وذوم دي سكتور يعمل في أكثر من 5% دو دو كروسانس واليوم اللي همنا أكثر أمونا فيه كيفاش أنه السكتور متعد اندوستري فارماسوتيك نكونوا به رائدين رائدين في البلدان المغاربية في البلدان الأفريقية في بعض بلدان في شرق الأوسط وهذا ممكن حسب رأيك هذا ممكن حسب رأيك في كل الحالات أنت تعتبر وبالناس يعتبروا يلزم تشكيل حكومة سياسية جديدة يختارها رئيس الدولة وتكفهمتها تقولي الإبقاء فهمتها للحكومة الإبقاء على وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرتها العدالة وتطعيمها بأسماء سياسية كما سيادتك وكما نسخري فما وزاراء آخرين نجحين أنا سميت البعض وزير التربية من الشد والوزير الخارجية أنا باستمرار مش جديدة وهذا قد يكون باستمرار مع حكومة سياسية بلدان العالم الأجمع النجحين بكلهم فيهم حكومات سياسية هذه حكاية تكنقراط هي بدعة مش في تونس فقط حتى أيار هنا اليوم نسمع في أماكن أخرى يتحطوا لحكومة تكنقراط أما رئيس الدولة راوستان أكتور بوليتيك نعتبره سياسي بامتياز مع عمره ما كان تكنقراط اللي نقوله من الأحزاب ولا مش من الأحزاب من منظمات من مجتمع مدني ناس عندهم باكراوند علامي ولا عند عندهم باكراوند غيره فني بتاتر علش لا ما فهماش ما فهماش مانع أما الحكومات باستمرار مطلوب باش تكون سياسية لأنه السياسي هو اللي ياخد قرارات واليوم اللي يناقص في تونس هو أخذ القرارات المسؤول اليوم هذه دعوة نقولها لهم خوذوا قرارات خوذ قرار غالط خير مالي قاعد مكش تاخد فيه حتى قرار وهذا اللي قال لهم رئيس الدولة قالوا ما تستنونيش باش حتلين أنا نفتح ملف معين والأدهى من هذا أنه وقتلي هو يفتح ملف الأمور تقف غادي راهو سانو مارشوراج جامي ونقوله بلآن ونقوله مش مقبول بالمرة أنا رئيس الدولة مثلا يمشي القروان يقول مش معقول أنه المستشفى لتو مبدئ ويرجع وإلى الآن مستشفى مبدئش هو الفوليغ بش يتبدل تو مثلا من هنا الخمسة سنين بش يتبدل بش يتبدل زعم الفوليغ هتو نشوف هتو نشوف أنا نعطيك دوز اكزامبل واحد إيجابي لأخر سنبي والنقل تبدل نتسئله شوية بالنسبة للنقل أنا أما نخذش قرارات مكان رئيس الدولة لكن بالنسبة للنقل راوقتلي نمشي لبلاثة هادي ونمشي لبلاثة الأخرى ونمشي لشركة هادي وشركة الأخرى وريانو مارش في كل بلاسة وقتها جون سباب تأتي المشكلة في المسؤول رقم واحد فهمت أما أدايا مستشفى القيروان راوقتلي رئيس الدولة يمشي القيروان يقول لك لماذا داك يزن بعد جمعة تبدأ الأشغال وديك مشكلة الشؤون العقارية على الوالي على الصح على التجهين يسا عمد لا نعطيك نوتر بونيكزاب نعطيك نوتر بونيكزاب قد قدحنا طاولة اليوم أنا نشريه في مستحقاتنا نخلصه في الليسالير قد قدحنا اليوم من يتحبوا في المقابل رئيس الدولة يمشي القفصة وقال معاش يلزم يقف الانتاج من نهرتها ما وقفش نتاج نحن قاعدين اليوم معنا مشكل مشكل كبير يستمتع تنافس في الفصوصة على كل حال أنا ما نعرفهم مش الناس اللي غادي أما برك الله وفيهم بالطريقة ديك رأي تمشي الدول بالطريقة ديك تمشي الدول اليوم معناش فلوس ولكن دولة متاعنا دولتنا سدت كل الديون المتخلدة بدمتها وصبت الشهير لا مصي بايفيدان احنا فما برشة خباراء وبرشة هيئات دولية على عشية الفين وثلاثة وعشرين قالوا سنة تونس مش تطيح في ديفو دي بايمان دي ديت ايبان تونس مخذيتش حتى قرض مخذيت بعض القروض مش مخذيتش مخذيتش قرض مخذيتش قرض وما عملتش اتفاق مع صندوق النقد الدولي وسدت كل ما عليه وزادت في الاحتياط تا العملة الصعبة وعطات الشهير ولي بيجي دو فونكسيونمون اللي موجودين في كل أجهزة الدولة مرصودين وموجودين ما عنده حتى مبرر أي كان وأول من يتحمل مسؤولية هو رئيس الحكومة وما يهمنيش في الأسماء اسمه نجلة بودن اسمه أحمد حشاني اسمه أي كان وقتلي رئيس دولة يمشي المكان معين يقول من غدوة تبدأ تركز تخدم ويبدأ المشروع ذلك شكراً عمد حمامي بارك الله فيك شكراً لك على قبول الدعوة